السبب الثامن والحقيقة بقى ان ده السبب الاكثر خطورة على الاطلاق مش بقولكو فيه اسباب مرضية خطيرة وفيه اسباب خطيرة جدا ده بقى السبب الثامن ده الخطير جدا وهو حالات اصابات المخ لقدر الله بالالتهابات او النزيف او الاورام ده يؤدي طبعا للصداع بصفة عامة لابد من مراجعة طبيب الطفل وسؤاله عن نوع الادوية او تحديدا المسكنات اللي ممكن استخدامها في حالات الصداع اهم خطوة في التعامل مع الصداع هو التعامل مع السبب سواء كان السبب من مجموعة الاسباب غير المرضية اللي قلناها او كان من الاسباب المرضية في حال عدم التحسن لازم مراجعة الامر طبيا وبكل جدية فيه اعراض خطيرة ممكن تصاحب الصداع عايز اقولها لكو بسرعة قبل نهاية الحلقة لو لقينا مع الصداع ارتفاع في الحرارة او دوار ليدوخ يعني او ترجيع او تصلب الرقبة يبدأ حالة خطيرة وطبعا اذا كانت حصلت اصابة في راس الطفل يعني لو الطفل قال لنا انه وقع او تخبط على دماغه او حاجة خبطت في دماغه او كده سواء كانت قدامنا حصلت قدامنا او ان الطفل حكى عنها لا قدر الله في الحال تانية واخيرا بدعوا حضراتكم انكم تهتموا بالاستماع لشكوى البنات زي شكوى الاولاد بالزبط لان فيه ناس عندهم قناعة كده ان الاولاد بس هما الاشقية وبالتالي الاطفال الاولاد يعني هما اللي بيجي لهم الصداع وهما اللي ممكن يحصل لهم مثلا وقوع او الكلام ده كله لا لازم نسمع البنات بنفس القدر من الاهتمام زي ما بنسمع الاولاد بالزبط او الاجحاد Secretary